أعزائي طالبات وطلبة الصف الأول إعدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في برنامج مدرسة على الهواء أولا كل سنة ونطيبين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد ويا رب تكونوا موفقين في هذا العام إن شاء الله إحنا منهج الجبر عبارة عندنا عن فرعين فرع منهج رياضيات عبارة عن فرعين الجبر والهندسة الجبر مكون من ثلاث وحدات الوحدة الأولى بتتكلم عن الأعداد النسبية الوحدة الثانية بتتكلم عن الحدود الجبرية والمقادير الجبرية الوحدة الثالثة بتتكلم عن الإحصاء ومقاييس النزعة المركزية وعندنا الفرع الثاني الهندسة بيتكلم عن الهندسة والقياس إحنا النهاردة في حلقة اليوم حنبدأ بمجموعة الأعداد النسبية طب يعني إيه مصطر عدد نسب؟ احنا قبل كده في المرحلة الابتدائية كنا درسنا مجموعة الاعداد الطبيعي وقبلها مجموعة اعداد العد طب ايه هي اعداد العد هي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وهكذا طب الاعداد الطبيعي لو انا اضفت العدد سفر لمجموعة اعداد العد حيدينا مجموعة الاعداد الطبيعية اللي بنرمز لها بالرمزطة وكنا درسنا كمان مجموعة الاعداد الصحيح الاعداد الصحيح عبارة عن طه اتحاد مجموعة الاعداد الصحيحة السالبة يبقى عندي صد موجب اللي هي موجب واحد موجب اثنين موجب ثلاثة موجب اربعة وهكذا وصد سالب اللي هي سالب واحد وسالب اثنين وسالب ثلاثة وسالب اربعة الى سالب ما لا نهاية لو اضفت للمجموعتين دول سفر حيدين مجموعة الاعداد الصحيحة وبالتالي تعلمنا ان مجموعة الاعداد الصحيحة عبارة عن صاد موجب اتحاد السفر اتحاد صاد سن احنا السنة دي في هذا العام الدراسي هندرس مجموعة الاعداد النسبي طب يا ترى يعني ايه عدد نسبي؟ العدد النسبي هو العدد اللي انا اقدر اكتبه على الصورة الف على به حيث الفوا به دول عددين صحيين وشرط ان المقام اللي هو به لا يساوي السفر تعالوا نوصق مع بعض الكلام اللي احنا قلناه ونكتبه مع بعض بوص كده معايا على الشاشة بيقول لي مجموعة اعداد العد اللي هي عين عبارة عن واحد واثنين وتلاتة ونقط مجموعة الاعداد الطبيعية اللي هي سفر واحد واثنين وتلاتة طبعا سفر ومجموعة اعداد العد طبعا استنتجت من كده ان طه عبارة عن عين اتحاد السفر الاعداد الصحيحة اللي هي سفر ومجموعة واحد واثنين وتلاتة والاعداد الصحيحة السلبة سلب واحد وسلب اثنين وسلب تلاتة وهكذا في شكل فن اللي امامي هلاحظ ان عين اللي هي مجموعة اعداد العد عبارة عن مجموعة جزئية من طه والطه مجموعة جزئية من الصد لو جينا نعرف العدد النسبي زي ما قلنا أي عدد يمكن وضعه على الصورة ألف على بيه بسط ومقام حيث الألف والبيه دول عددين صاحيين والمقام لا يساوي السف في هذه الحالة تسمى دي مجموعة الأعداد النسبية وبنرمز لها بالرمز نون زي ما احنا شايفين نون تساوي المجموعة اللي بدخلها الصورة ألف على بيه بسط ومقام حيث الألف والبيه عددين صاحيين والبيه لا يساوي سف نون ستار يعني إيه يا مست نون ستار دي اللي نون اللي عليها نجمة معناها مجموعة الأعداد النسبية معدى السف وزي ما اتفقنا حنلاقي عين مجموعة جزئية من طا والطا جزئية من الصاد والصاد جزئية من النوم في المثال اللي أمامك على الشاشة بيقولك بقى بيين أي الأعداد الآتية نسبيا وأيها غير نسب رقم واحد اتنين من عشر يطرى ينفع يكتب بالصورة ألف على بيه حيث الألف والبيه عددين صحيين والبيه لا يساوي السف ينفع اللي هو اتنين على عشرة يعني واحد على خمسة وبالتالي اتنين من عشرة ده عدد نسب تلاتاشر على خمسة وتلاتين بصت على مقام والمقام لا يساوي السف ده عدد نسب سالب اتناشر على تلاتة وأربعين أيضا بصت على مقام بالصورة ألف على بيه والمقام لا يساوي السف وبالتالي ده عدد نسب طيب سفر على سالب خمسة أيضا ده بسط على مقام البسط ينتمي الصاد والمقام ينتمي الصاد ولا يساوي السف وبالتالي ده عدد نسبي وطبعا سفر على أي حاجة بيساوي سفر مع ده سفر على سفر 11 على سالب 23 أيضا ده عدد نسبي 35 ده عدد نسبي 27 على 13 عدد نسبي أخيرا 6 على سفر يا طرد نسبي ولا مش نسبي ده طبعا عدد غير نسبي لأن المقام عندنا سفر طيب الأشكال المختلفة للعدد النسبي العدد النسبي ممكن أكتبه بأكتر من شكل ممكن أكتبه في صورة عدد 10 منتهي أو عدد 10 غير منتهي وممكن أكتبه في صورة نسبة مئوية أو عدد 10 زي ما اتفقنا كتابة العدد النسبي زي 3 على 4 وال7 على 5 ممكن أكتبه في صورة منتهية 3 على 4 بيسوي 75 من 100 أنا بستخدم مفتاح على الآلة SD لو كتبت 3 على 4 وضغطت على مفتاح الـ SD حيديك 75 من 100 لو أضفت سفر في اليمين 75 من 1000 وهكذا أيضا 7 على 5 عبارة عن 14 على 10 يعني 1 و 4 من 10 وبالتالي كتبته في صورة 10 طب إزاي أكتب العدد النسبي بقى في صورة مئوية إن أنا أخلي المقام 100 بصوا كده معي على الشاشة 3 على 4 المقام هنا 4 أنا عايزه يبقى 100 أعمل إيه في الـ 4 عشان تبقى 100 أضربها في 25 طالما ضربت المقام في 25 يبقى لازم أضرب البست برضو في 25 وبالتالي بأضرب البست 3 في 25 والمقام في 25 يبقى البست 75 والمقام 100 يعني 75 من 100 يعني 75 في المية دي بالصورة المئوية كتابة أعداد نسبية بصورة عدد 10 غير منتهي لو كتبت على الآلة 1 على 3 وضغطت على مفتاح الـ SD هيظهر على الشاشة العلامة العشرية بعدها 3 3 3 وهكذا التلاتة اللي اتكررت دي بحط عليها نقطة فوقها وبالتالي بيسمى عدد دائري أو عدد دا نفس الكلام بالنسبة لـ 2 على 11 لو كتبت وضغطت على مفتاح الـ SD هيديك علامة عشرية 1 8 1 8 1 8 8 وهكذا وطبعا متكرر 1 8 فبحط نقطة فوق الـ 1 وفوق الـ 8 وضع النقطة فوق الرقم معناه أن هذا العدد دا وضع نقطة فوق الرقم الدائر الأول والرقم الدائر الأخير معناه أن الرقمين وما بينهما أيضا عدد دا مثال بيقول لي اكتب الاعداد الآتية على صورة عدد دا أنا طبعا عندي 6 من 10 لو أنا كتبته على الآلة هيدينا 2 على 3 طبعا بيكتب ازاي بكتب على الآلة point 6666 على الشاشة وبعد كده أضغط يساوي أو S دي هيدينا 2 على 3 نفس الكلام علامة 5 8 1 والدائر على 8 والواحد فبكتب علامة 5 8 1 8 1 8 1 هيدينا الناتج 32 على 55 النقطة اللي بعد كده ممكن العدد النسبي أكتبه بعدة صور إزاي؟ لو أنا ضربت البسط والمقام في نفس العدد يبقى في هذه الحالة ممكن أكتب العدد النسبي على عدة صور مختلف يعني مثلا العدد نص أنا عايزه بصورة تانية أضرب البسط والمقام في 2 أضرب البسط والمقام في 3 أضربه في سلب 4 وهكذا يبقى يمكن كتابة العدد النسبي بعدد غير منتهي من الصور تعالوا نشوف مثال مع بعض بيقول لي اكتب سلاسة أعداد نسبية تعبر عن العدد سلب 3 على 5 أنا هكتبه لكو كده هنا معي على الداتا سلب 3 على 5 عايزه اديله صورة تانية أو مضرب بسط ومقام مثلا في 2 يبقى سالب 3 في 2 بسلب 6 يا مستر و5 في 2 بعشر ممكن نفس العدد ده أضربه في 3 يبقى البسط سلب 9 و3 في 5 ب15 ممكن نفس العدد أضربه في 4 سلب 3 في 4 بسلب 12 و5 في 4 ب20 كده أنا كتبت العدد سالب 3 على 5 بأكتر من صورة طب تعال نشوف العدد التاني اللي هو 120 على 168 أنا هنا ممكن أقسم البسط والمقام على 2 120 على 2 فيها 60 و168 على 2 بأربعة وثمانين طيب ممكن أقسم نفس العدد على 3 يبقى هنا 40 وتحت هنا 5 وهنا 56 ممكن أقسم البسط والمقام على 4 يبقى فوق 30 وتحت هنا 4 وهنا 2 ممكن أقسم البسط والمقام على 6 يبقى فوق 20 وهنا حيدينا 2 و48 على 6 فيها 8 كده أنا كتبت العدد النسبي بعدد سوار مختلف إذن يمكن الكتابة العدد النسبي بعدد سوار مختلف تعالوا ننتقل إلى نقطة أخرى العدد النسبي الموجب والعدد النسبي السالب إمتى يكون العدد النسبي موجب وإمتى يكون العدد النسبي سالب إذا ضربت الحدين بتوع البسط والمقام إداني عدد سالب إيبقى ده عدد نسبي سالب ضربت البسط والمقام إداني عدد موجب إيبقى يسمى العدد النسبي ده عدد نسبي موجب يكون العدد النسبي ألف على به موجبا إذا كان ألف به أكبر من سفر ويكون سالبا إذا كان ألف به أصغر من سفر طب لو انا ضربتهم والداني سفر في هذه الحالة بيكون ليس مجبا وليس سالبا لان السفر ليس مجب وليس سالب في السؤال اللي امامك بيقول لي بين اي الاعداد الاتية مجبا وايها سالبا سالب 3 على 5 يطرد عدد نسبي سالب ولا مجب اضرب السالب 3 في 5 حيدينا سالب 15 وبالتالي ده عدد نسبي سالب طب سالب 7 على 11 اضربهم في بعض حيدينا سالب 77 وبالتالي ده عدد نسبي ايضا سالب 5 على 9 الخمسة في 9 مستر ب45 طبعا مجب وبالتالي ده عدد نسبي مجب سفر على سالب 3 ده بسفر يا مستر يبا هذا العدد ليس مجبا وليس سالبا يطرد 3 ده عدد نسبي ايوة مستر ده عدد نسبي مقامه كم مقامه واحد طب 3 في 1 بتلاتة ده عدد نسبي ايضا مجب السالب 7 صحيح ده مقامه واحد سالب 7 على 1 هيدين سالب 7 وبالتالي ده عدد نسبي سالب العدد النسبي في ابسط صورة عشان اخلي العدد النسبي في ابسط صورة لابد ان يكون المقام مجب يأول نقطة النقطة التانية ما يكونش فيه عوامل مشترقة ما بين البسط والمقام يبا لكتابة العدد النسبي في ابسط صورة لابد ان يكون المقام اشارته مجب رقم 2 اللا توجد عوامل مشترقة بين البسط والمقام تعالوا نشوف مثال معايا على الشاشة العدد النسبي في ابسط صورة عشان اضع العدد النسبي في ابسط صورة التابعي القاتل نجعل المقام عددا صحيحا مجب نقسم كل من البسط والمقام على العامل المشترك الاعلى انو بيقول لي ضع كل من الاعداد الاتية في ابسط صورة قادي معايا مثال 3 على سالب 7 يا ترى العدد ده في ابسط صورة ولا لا بص معايا كده على الداتة 3 على سالب 7 ده مش في ابسط صورة ليه لان المقام هنا اشارته سالب طب انا عايزها موجب اضرب البسط والمقام في سالب واحد يبقى الناتج سالب 3 على سالب طب سالب 63 على 117 الشرط الاول محقق ان المقام موجب طب في عوامل مشتركة بين البسط والمقام فيه ان انا نقسم البسط والمقام على التسعة هيكون الناتج سالب 7 على 13 العدد التالت سالب 13 على سالب 65 اولا هنا المقام اشارته سالب فبضرب البسط والمقام في سالب واحد الناتج حيدينا البسط موجب 13 والمقام موجب 65 اختصرهم مع بعض حيدينا واحد على خمسة طبعا انا ممكن اكتب مثلا على الالة الحزبة سالب 13 على سالب 65 يساوي هو هيطلع لك العدد على طول في ابسط صورة واحد على خمسة برضو هكتب على الالة 57 على 95 ايضا هيطلع الناتج 3 على خمسة وهكذا طيب خمسة سين على خمسة وتلاتين سين ده انا ظهر هنا عندي سين وما له هل البسط والمقام الخمسة والخمسة وتلاتين في بينهم عامل مشترك ايوة مصر انا حاسم البسط والمقام هنا على خمسة خمسة على خمسة بواحد خمسة وتلاتين على خمسة فيها سبعة وبالتالي يبال ناتج واحد على سبعة طب السين دي ممكن اختصر سين بسط مع سين مقام يبقى العدد خمسة سين على خمسة وتلاتين سين في ابسط صورة هو واحد على سبعة نشوف اللي بعده سالب 75 سين قس 2 صاد على 90 سين صاد قس 2 يا ترى هنا هل هذا العدد في ابسط صورة اولا بالنسبة للاعداد او الارقام اللي امامك سالب 75 على 90 هنا المقام اشارة وموجب خلصنا منا طب في عامل مشترك بين البسط والمقام ايوة مصر هنا ممكن اقسم البسط والمقام على 15 يبقى سالب 75 على 15 بسالب 5 وتسعين على 15 بستة طب سين قس 2 على سين حيدينا سين طيب صاد على صاد قس 2 الصاد قس 2 اللي تحت على الصاد يتبقى لك صاد اذا هذا العدد في ابسط صورة هيكون سالب 50 على 6 صاد تعالوا ننتقل الى نقطة اخرى مقارنة وترتيب الاعداد النسبية هو انا ممكن ارتب الاعداد النسبية عشان ارتب اعداد نسبية لابد ان انا واحد مقامات يبقى عشان اقارن بين عددين نسبيين لازم يكون لهم نفس المقام تعالوا نشوف كده مع بعض ازاي اقارن بين عددين نسبيين للمقارنة بين عددين نسبيين او اكثر لابد من توحيد مقامتهم اولا ثم يتم المقارنة بين البسوط ازا كان الف على به وجيم على دال عددين نسبيين وكان الف على به اكبر من جيم على دال ازا كان الف دال اكبر من به جيم والف به اصغر من جيم دال ازا كان الف دال اصغر من به بيقول لي رتب الاعداد الاتية ترتيبا تصاعديا اول عدد اتنين على تلاتة العدد التاني تلاتة على اربعة العدد الثالث واحد على اثنين واخيرا سفر معانا تلت اعداد عاوز ارتب هذه الاعداد تصعوديا يعني من الاصغر للأجبع عشان ارتب الاعداد دي تصعوديا يلزمني ايه برافو عليكو زي ما اتفقنا ان انا واحد مقامات هذه الاعداد طب تعالى نبص مع بعض على المقامات يا ترى ايه المقام اللي يقبل عليهم كلهم عندي تلاتة واربعة واثنين يبقى هنا المقام بتاعهم كام ممكن على طول حيكون اتناشر يبقى لما واحد مقامات هذه الاعداد حيكون عندي اتنين على تلاتة بيساوي وقادي تلاتة على اربعة يساوي وقادي نص يساوي ودي السفر يساوي اتفقنا المقام حيكون اتناشر يبقى هنا اتناشر وهنا اتناشر وهنا اتناشر وهكذا اقسم المقام على المقام اتناشر على التلاتة فيها الاربعة اتنين فاربعة بتمانية 12 على الاربعة فيها الثلاثة ثلاثة في ثلاثة بتسعة 12 على الاتنين ستة واحد في ستة بستة أصلا السفر ده مقامه واحد 12 على واحد فيها اللي 12 في سفر يبقى الناتج سفر طيب يبقى هنا عندنا قادي عندي وحدت مقامات هذه الاعداد كده أقدر أقارن بين بصوت هذه الاعداد خذوا بالكوا كده أول عدد كان عندي تمانية اللي بعده تسعة اللي بعده ستة اللي بعده سفر طب وانا كنت عاوز ايه كنت عاوز رتبهم تصاعديا يعني من الأصغر للأكبر يا ترى أصغر عدد من دول كان التمانية ولا التسعة ولا الستة ولا السفر تمام كده هو السفر وبالتالي هيبدأ بسفر على 12 طب اللي بعده اللي بعد السفر هيقابلني الستة يبقى ده أصغر من ستة على 12 بعد الستة كان هيقابلني التمانية يبقى بعدها تمانية على 12 وبعد التمانية تسعة على 12 كده أنا كتبت الأعداد بترتيبها طيب السفر على 12 ده اللي هو كان أصله كام كان أصله سفر يا مصد أصغر من الستة على 12 اللي هو كان أصله كام كان أصله نص أصغر من التمانية على 12 اللي هو كان اتنين على تلاتة التسعة على 12 اللي هو كان تلاتة على أربعة كده أنا رتبت هذه الأعداد ترتيباً تصاعدة إذن اتعلمنا دلوقتي إن أنا عشان أقارن بين عددين أو أكتر أو أرتب عدة أعداد نسبية لابد إن أنا أوحد مقامات هذه الأعداد طب تعالوا ننتقل للنقطة اللي بعدها هنا بالنسبة لمجموعة الأعداد النسبية في خاصية جد جميلة أوي 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 أنه بين كل عددين نسبيين يوجد عدد لنهائي من الأعداد النسبي وهنا مثال مثلاً بيقول لي الأربعة على سبعة أكبر أم الثلاثة على خمسة برضو ده مثال تاني أيهما أكبر أربعة على سبعة أم ثلاثة على خمسة أنا عشان أعرف مين الكبير في دول لابد إن أنا أعمل إيه برافو عليكم أوحد المقامات طب السبعة والخمسة المقام المشترك بتاعهم أضربهم في بعض يبقى خمسة وتلاتين تعالوا كده نوحد مقامات هذه الأعداد هذه عندي أربعة على سبعة ده عبارة عن عشرين أنا دربت هنا في خمسة على خمسة عشرين على خمسة وعشرين والتاني في سبعة على سبعة يبقى واحد وعشرين على خمسة وتلاتين طبعاً واحد وعشرين على خمسة وتلاتين أكبر من عشرين على خمسة وتلاتين وبالتالي العدد ثلاثة على خمسة أكبر من أربعة على سبعة تفقنا ان في خاصية مهمة جدا هي خاصية الكسافة معناها ايه ان بين كل عددين نسبيين يوجد عدد لا نهائي من الاعداد النسبي تاني في خاصية مهمة جدا 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 في الاعداد النسبي ايه هي هذه الخاصية بتقول انه بين كل عددين نسبيين يوجد عدد لا نهائي من الاعداد النسبي بص كده معايا على الشاشة مجموعة الاعداد النسبية تتمتع بخاصية الكساف لانه لاي عددين نسبيين يوجد عدد لنهائي من الاعداد النسبية المحصورة بينه مثال بيقول لي اوجد او ادخل ثلاثة اعداد نسبية تقع بين النص والخمسة على ست نص وخمسة على ست هو عاوز ثلاثة اعداد نسبية بينه طيب عشان اجيب اعداد نسبية بين عددين او ثلاث اعداد نسبية او اربع اعداد نسبية اتفقنا رقم واحد اعمل ايه بالزبط كده يكونوا العددين في ابسط صورة ووحد الايه المقامات تعالوا نوحد مقامات هزين العددين مع بعض كده قدي النص والخمسة على ست قدي نص يساوي وقدي خمسة على ست يساوي يا طرى المقام هنا بتاع الاثنين دول هيبقى كما مواحد المقامات الستة اللي هو الكبير بيقبل الاسم على الاثنين اذا المقام هيبقى ستة طيب ستة على الاثنين فيها التلاتة واحد في تلاتة بتلاتة طب ستة على الستة فيها الواحد واحد في خمسة بخمسة بين التلاتة والخمسة فيه كم عداد برافو عليك ده فيه عدد واحد اللي هو مين اللي هو اربعة على خمسة لا ده نعاوز ثلاث أعداد حديك بقى طريقة سهلة وجميلة إننا نضرب كل من البسط والمقام في عشر أما أضرب هنا في عشر بسط ومقام حيديني تلاتين وهنا حيديني ستين هنا حيديني خمسين هنا حيديني ستين أصبح البسط تلاتين والبسط هنا خمسين بين التلاتين والخمسين ممكن ألاقي عشرين رقب أنا عايز كم؟ عايز ثلاث أرقاب خدوا بالكو تلاتين على ستين أصغر من اللي بعده واحد وتلاتين على ستين اللي بعده اتنين وتلاتين على ستين وهكذا لغاية خمسين على ستين الأولان ده اللي هو كان كم؟ كان نص وبعده واحد وتلاتين على ستين اتنين وتلاتين على ستين وهكذا ده كان كم؟ كان أصله خمسة على ستة طيب بين النص والخمسة على ستة أنا عندي كم رقم؟ قلنا عشرين طبعا انا اعاوز 3 اعداد اذا ممكن اقول له 3 اعداد هي 31 على 60 و32 على 60 و33 على 60 وهكذا تعالوا نشوف المثال التاني بيقول لي اوجد اربعة اعداد نسبية بين 3 على 4 او 2 على 3 و3 على 2 زي ما اتفقنا اننا لابد اننا اوحد المقامات وده نحل مع بعض في بداية الحصة القادمة ان شاء الله وبكده اعزائي الطالبات والطلبة نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم بشكركم على حسن وتبعتكم تحياتي وتحيات اسرة البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته